في مكافحة الجريمة ونمشي للجريمة نيوز عنا زوز أخبار نهارة الخميس جريمة قاتل راح ضحيتها مرأة طبعا في الخمسينات من العمر على يد زوج ابنتها طبعا زوج ابنتها وذلك بمعتمدية مدون في جربة وتم القبض على الجاني والجاني مش تونسي هو جزائري الخبر الثاني يأتينا من مصر ونحب أن نحكيكم على الفنانة المصرية منى شلبي المتميزة في تمثيلها ولكن المضطربة طبعا في سلوكها منى شلبي شفتك قصة الشعر اللي خرجت بها على كل تم القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات وذلك خلال عودتها مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية في مطار القاهرة بطبيعة النجوم في مصر ما يتشدوش في الحبس قليل يمكن في جريمة قتل أما في حيازة المخدرات على عكس تونس وهنا نتذكره نور شيبة اليوم ما زال وراء القضبان لكن هناك الضمان المالي في إخلاء السبيل يعني في مصر الكفالة النجوم يعطيوا كفالة ويخرجوا من السجن في جريمة المخدرات نمشي مباشرة للرقن اللي نحب نمشي مباشرة للرقن اللي نمشي مباشرة للرقن